اشتركوا في القناة 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 ثم التفت الى المرأة وقال للسمعان اترى هذه المرأة اني دخلت بيتك فما سكبت على قدمي ماء وأما هي فبالدموع بلت قدميه وبشعرها مسحتهما انت ما قبلتني قبلة وأما هي فلم تكف مدخلت عن تقبيل قدميه انت ما دهنت رأسي بزيت معطر أما هي فبالطيب دهنت قدميه فاذا قلت لك ان خطاياها الكثيرة غفرت لها فلأنها أظهرت حبا كثيرا وأما الذي يغفر له القليل فإنه يظهر حبا قليلا ثم قال لها غفرت لك خطاياك فأخذ جلساءه على الطعام يقولون في أنفسهم من هذا حتى يغفر الخطايا فقال للمرأة إيمانك خلصك فاذهبي بسلام والمجد لله دائما والرب يبارك عليكم المجد للمسيح ربنا آمين أكو ناس من تقول له شلونك يقول عادي بالنسبة له عادي من ما يجع شيء من تمشي الأمور فيعتبر هاي الأشياء عادية هذا الفريسي اللي دعا يسوع يعتبر عادي يجي يسوع عنده بينما نحن نقول هني يا له دخل يسوع عنده هل أكو شيء عادي هل أن تكون 32 سن بثمك عادي هل أن قلبك ينبض طبيعي تنفسك مرض ما عندك عادي إنجيل اليوم يريد أن يفهمنا أنه العادي هو غير عادي وهذه المرأة الخاطئة ستصرف بطريقة غريبة ما كنا نسمعنا امرأة مشهورة خاطئة تريد تقلب حياته وتبالغ في التصرف تجاه هذا النبي تغسر رجلينه بدمعة تمسهم بشعرة تصب ناردين غالي كلش ناردين ذاك الوقت كان يصنع بالشرق الأوسط منطقة لبنان وكان ينقلونه الفينيقيين شوشة وحدي كان تكلف 200 يوم عمل تأتي تشم على رجلينه يعني ماكو شيء يغلى عليك لأنك مو عادي يمكن هذا هو الشعور بالتفاهة اللي ينتاب كثير من الناس هاليوم بالعالم كله اكو الشعور انه طعم ثم ممر ما طيب عادي انه امك وابوك موجودين عادي بس يوم اللي رح تفقد واحد منه لا حرامات علواء على يوم مع ماما مع بابا بعد ما نفقد الشخص نترس قبره ورود حرامات كان لازم ننطيله هي من هو حي ننطيله كلام طيب قبل ما نفقده مو عادي مو عادي ان يكون عندنا مي اكو شعوب عطشانة مو عادي ان يكون عندنا شمس اكو شعوب كل ست الشهر تشوف الشمس مرة مرتين مو عادي مو عادي ان يكون يسوع عندك يا سمعان يسوعي عاتوب يقول له ما طشيت ماي على ايدي ما قبلتني ما استقبلتني يعني ماكو حرارة بيك راح يقول بسفر الرؤية بما انك فاتر لا حار ولا بارد فقد اوشكت ان اتقيأك من فمي يمكن هذا هو سبب انتشار هذه الامراض النفسية في عالمنا انه بيوت كثيرة هي عادية ما يفرحون ببعضهم ما يستقبلون ببعضهم يمكن حتى الصبح ما ينسى ما ينسى يقول صباح الخير عادي ما نقدر هذا الصيف خاصة عطلة هذا كثيرين عطلوا خاصة الصفوف غير ما عندها باكالوريا هذول الأولاد الشباب الشابات ما سيقضون هذا الصيف بشكل عادي ينامون بكيفهم يقومون بكيفهم يسهرون بكيفهم عادي اثمن شيء عندنا هو الوقت الباقي كله كله يرجع بس الوقت ما يرجع انت ما دائما تكون شاب انت ما دائما يكون عندك صحة جيدة انت ما دائما تتمتع بالموجودين حواليك اذا هسا انت ما تعرف قيمتهم ما يفيد ان تتندم على غيابهم فاذا ماكو شيء عادي تريزة الطفل يسوع كان تقول كل شيء نعمة اذا فكرنا بهذه الجملة انه كل شيء نعمة هالعطلة نعمة كيف نحول الى شيء غير عادي كيف كيف نشجع اولادنا على نوع من الالتزام باهمية الوقت باهمية التعلم باهمية الاستفادة من الفرصة باهمية ان نكتسب خبرات جديدة في حياتنا ان كنا بالبيت او كنا نجي على الكنيسة او على الفرق ونتعلم في شيء جديد قبل شوية كنا نحكي بالسكريستية مثلا نعمل دورات بهالصيف دورة موسيقى مقامات الى آخره شماس يقل لي جربنا ما يجون ليش اكو كسل اكو نوع من التسيب تجاه الوقت وهذا ما موجود بس بالأولاد موجود بالأهل يمكن موروظ أبا عن جد مثل هذا الفريسي اللي اللي راح يقول للناس يمكن اصدقاؤه بالشيخانة انا اليوم جاء يسوع عندي وعمدتول وكبي وفلان شيء وقدمتول وأكل لا قليل هذا بس مكانة يسوع عندك هكذا هو يسوع بالنسبة لك فقط فالنبي عنده شهرة مثل ما احنا انه من انلقفت شخصية مشهورة نطلب منه توقيع ونكشخ بينه هذا توقيع فلان بس بس يسوع 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 يريد يدخلنا في علاقة اخرى خاصة هاي الجملة مغفورة لك خطاياك لانه لانه مسألة الخطيئة هي اللي نتثقل علينا شنو الخطيئة الخطيئة هل هي اجتماعية فقط يمكن اغلب الناس اللي يعتبرون نفسهم خوش ناس اجتماعيا هم ناس عاديين يعني تافهين يعني ره يولد ويقبر ويعيش ويتزوج ويجيب ولاد ويموت عادي ما سوى شيء من حياته يعني ما ضاق معنى الشيء فقد الدهشة يسوع من يقول ان لم ترجع وتصير كالاطفال لن تدخل ملكوت السماوات الطفل يندهش يتعجب من يشوف فد حشرة من يشوف فد وردائي يتعجب احنا نمشي وندوس وما نتعجب فقدنا التعجب فقدنا الطفولة فقدنا الدهشة فقدنا تقييم اللحظة الحاضرة في حضور الإنسان والله في حياتنا لما نيجي كل قداس هل هذا عادي إذا نفقد الدهشة بأنه الله صار إنسان وهذا الإنسان صار خبز وهذا الخبز يغير حياتنا فإذا احنا مثل هذا الفريسي سمعان نعزمه يجي وياكل ويشرب عدنا بس كل شيء ما نستفيد منه نطلع مثل ما دخلنا حرامات كثير من الناس من يشوفون نحن المسيحيين بهذا التعليم وبهذا الغنى الفكري والروح يقولون هني يالكم بس هل يا ترى المسيحي يشعر بأنه هو سعيد بهذا الشيء اللي عنده يام ويام مسيحيين ما قدروا يطلعون من هذا العادي أبدا ويمكن هذا العادي رح يصير عليهم وبال مشكلة وهذه الخطيئة في إنجيل اليوم الخطيئة انقلبت من المرأة إلى سمعان أشنه هي الخطيئة هي التقصير في الضيافة سمعان قصر قصر في استقبال الآخر أكيد صحته مليحة وناجح اجتماعيا لكنه مقصر من يجي شخص عزيز علينا ما نقدم له نقول قذرنا من القصور قصرنا وإياك ليش لأن الحب الذي عندي هو أكثر من شيء قدمتونه إليك كثير من المسيحيين اليوم يعيشون حياتهم المسيحية يعني أنا أنا أعظ الله الله أروح على البيعة أطلع أصلي أعمل بعض الحركات يقومون أقوم يقعدون أقعد بس هذا ليس الإيمان الإيمان هو فرد شيء آخر يدخل إلى طبقاتنا الداخلية يدخل ويضرد هذه الكوابيس التي عندنا ويفرحنا باللي حوالينا نحن بوقت القداس نسلم على بعضنا ننطي سلام كثير مرات نعملها بشكل عادي حرامات حرامات لا نشعر بالإيد التي ممدودة لنا لأم تريزا كانت تقول من فقير يأخذ منك صدقة أنت يجب أن تشكره لا يجب أن يشكرك لأنه ينطيك فرصة حتى تكتشف يسوع كشفت لأم تريزا بأن يسوع موجود في كل فقير في كل إنسان محتاج في كل شخص التقين هذه الروحانية المعاصرة هذه روحانية بابا فرنسيس هذه روحانية التي لازم نتميز بها وإلا الصيف هل هل حلنا أكثر بعد المشكلة ما هي كيف أنا أشعر المشكلة أشير الله الله هذه الخاطئة وين ما ينقري الإنجيل رح تعلن هذه المرأة العظيمة اللي أطد أهمية لشخص يسوع لجسده هل يا ترى أنا أمطي أهمية لجسد يسوع اللي جيت وأنا آخذه أكيد أنا خاطئ قبل أبانا الذي الكاهن يقف ويقول ليغفر الرب خطاياكم يحلكم يشجعكم تعالوا كلوا غسل يديك وتعال كل يا ابني لا تترد بس بعدين يقول القربان للقديسين وللأطهار يعطى لحظة وحدي الله كلمي وحدي مغفورة لك خطاياك تعال كل يا ابني تعالوا كلوا تعالوا اقتربوا من جسدوا تعالوا خذوا منه هذا المعنى للحياة وإلا ما يكون معنى لحياتنا أشن معنى حياتنا كثير من الناس ما يعرفون ليش الله خلقهم بهذا البلد وليش ونوجدوا بهذه الأرض وليش 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 وتعال شوف وجيب ليل وخذ عتابة وكل عتاب انتم عمدتم وهذا عمل وبيناتنا مثل الدولاب قوانا الدور من أجل هذه خلقنا الله من أجل هذه الحياة العادية خلقنا الله لاحظون انه يسوع اش سوه هذا التغيير الجذري اللي حطه في حياتنا عطى معنى للماء وعمذنا بينه وعطى معنى للخبز وقدسنا بينه وعطى معنى للزيت وشفانا بينه وعطى معنى للنار وحولوا لروح قدس حتى يضوي بينا قبل شوية طقت لمبة فالزيتم هاي فزت الروح القدس ولمن واحد يفز يكتشف معنى آخر لحياته ليش فزيت لأنك تخاف اش صاغ واحنا العراقيين ما شاء الله دكاترة بالفزة ان شاء الله يفززنا يسوع يفززنا الروح القدس يحل علينا يضويننا نفز من نشوف صديق نفز من نشوف حبيب نفز الصبح ونقول صباح الخير من كل قلبنا مثل ما نتمتع بالصمناية الحارة الجي من الفرن نتمتع برؤية الحبايب الأصدقاء القدس القدس مهم بس أنا مرات أشوف أنه بعيون كثير من نطلع خلف القدس بعد القدس من نطلع أكو تفيد حياتنا وعطلتنا إن شاء الله هذه العطلة تكون أحسن عطلة لكم والأولادكم والله يبارك بكم أحسن